اشتركوا في القناة درجات الامن الصحي في المملكة وبيّنت الوزارة ان البحرين بعد اجازتها الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك الذي ينتجه مركز الجمالية القومي لبحوث الاوبئة والاحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي تكون قد اقرت رابع استخدام للقاحات بعد لقاح شركة ساينوفارم ولقاح شركتي فايزر بايونيتيك ولقاح كوفي شيلد والتي يتم توفيرها جميعا بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين ولفتت الوزارة الى انه بعد اتمام عملية التسجيل الالكترونيا سيتم التواصل مع المسجلين من خلال ارسال رسالة نصية على رقم الاتصال المسجل بالموقع الالكتروني لتحديد موعد ومكان تلقي الجرعة الاولى من التطعيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة